موسيقى مشاهدين اهلا بحضراتكم معانا لفقرة اعتدنا تقدمها اخر رمضان من كل سنة ففقرة لطيفة وخفيفة كده بعيدة عن الهم السياسي والشأن الوطني والاحداث في الاخليم والمشاكل في العالم فقرة لطيفة عن الدراما في رمضان ايه اهم الحاجات اللي الناس تبعتها ايه الحاجات اللي الناس اقبلت عليها بجد مش اللي روجت لها شركات الاعلانات لانه قاليني بعد ما رحب بضيفي اقولكم تصريح للفنان العظيم نور الشريف الله يرحمه وقاله يعني قالهولي شخصيا وقاله بعد كده في الاعلام انه القادم ستتحكم شركات الاعلانات في إنتاج المسلسلات أستاذ عماد يوسري النقد الفني اهلا بديك يعني اهلا بحضرتك كل سلامة طيب وحضرتك طيب وسعيد وبتشرف بوجودي مع حضرتك وفي القناة وكل التحية للاستاذ المشاهدين احنا دلوقتي بقينا بنشوف بقى انها مش بس الشركات الانتاج ومش بس المنتجين الافراد ومش بس شركات الرعاة احنا بقينا بنشوف شركات السلع يعني احد المسلسلات بدون ذكر اسماء يعني البطل بتاعه بيفتح الكيس وياكل وبيعمل مشاهد على الاسم وعالطعم وعلى البتاع هل دي زهرة صحية في رأيك ولا لأ؟ ما ممكن يكون ليها قصار صحية وأنا معرفش يعني حياتك برضو نورني طيب خليني اكلم اللي احنا يعني اكتر من ستين سنة دراما مصرية اه الدراما المصرية هي دراما حاليا عابرة للقرارات يمكن الدراما المصرية بيتم ترجمتها ودبلجتها للغات متعددة لدول العالم وده طبعا مش السنة دي بس ده حصل وتحديدا مع مسلسل الحشاشين ولكن حصل مع اعمال تليفزيونية عديدة على مدار اكتر من ستين عام دراما الدراما المصرية هي مهمة جدا دراما المصرية من خلالها اتقدم اعمال ما زالت خالدة في ذاكرة المشاهد المصري والعربي طبعا السنة دي في دراما رمضان 2024 كانت وجبة متنوعة انت دايما تهرب مني لما سألك لا مش ههرب لا ده استنى بقى عشان انت بتعمل كده كتير وهو انت شاطر فتروح واخدنا بسكة تانية فانا تابع اللي انت بتقول الظاهرة دي صحية ولا لا انا كنت هجاو لاب يلا عشان تفهم كتير الدراما المصرية كانت سنة دي متنوعة في دراما رمضان 2024 لكل الفئات المجتمعية والعمرية نيجي بقى للسؤال الاهم لا مش اهم ولا حاجة بس السؤال اللي اتطرح بقى السؤال اللي اتطرح طبعا ظاهرة ان يبقى فيه عرض او ترويج لمنتجات هي ظاهرة مش جديدة ده شفنا في افلام السينما من زمان كنا بنشوف السجاير اعلانات السجاير كنا بنشوف اعلانات المشروبات الغازية كنا بنشوف كل شيء ده موجود في افلام السينما هي من الظاهرة جديدة شيء طبيعي انها تتنقل بشكل كبير للدراما دي ظاهرة صحية لان الدراما اصبحت شيء مهم حاليا من واقع ليس بس من خلال شاشة التلفزيون وانما من منصات اللي وصلت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المسلسل اللي كان فيه ده بشكل صريح نور خالد وولد وخالد نور خالد نور وولد ونور خالد طيب المسلسل ده هل اضاف يعني هل فكرة احنا زمان لما كنا نشوف كنا نشوف مثلا ايه pan shot كده وعنوان شرك هو بيعمل كده فمسك العلبة فشوفنا عنوان العلبة لكن نكناش بنحس انها بتتحكم هي دي الخطورة انا ما شفتش انا بسألك هل ده افاد المسلسل اه افاده بص من ناحية افاده او مش افاده خلينا نقول ازاي تم توظيفه دراميا ان توظيفه دراميا ان فيه شاب اللي هو حتى عمل قلق على السوشيال ميديا وبقى وجهه للتحية على فكرة هو شاب اسمه السيد اسامة اه والشاب ده هو عاشق للمسرح وخد ورش كتير تمثيل الناس افتقارته ان هو شاب مش متعلم وان هو اداءه بسبب طالع في شخصية شاب من الشباب اللي هي الغير سوية يعني في المجتمع لكن هو الشاب شخصية تانية خالص وده اكده للفنان شيكو وانا لازم احيي شيكو اه حقيقي ان نقدم لنا شاب جديد قدر ان يصير الجدل من خلاله وبحيي شيكو على الفكرة والفنان كريم محمود عبدالعزيز بالنسبة لتناول منتج تحديدا هو كان بيتكلم ان ده منتج شبابي وبيحبه شاب صغير فده يعني مقبول مقبول لكن ما تدخلش في عظم الدراما خالص وبالمناسبة في اسماء مطاعم كتير تم ذكرها في الدراما في رمضان ايوه وده على فكرة ده زغيرة سحية لان حصل اذا كان حيساعد طب اهلا وصحب طبعا لانه هيجيب انتاج زمان افلام عادي الامام افلام عادي الامام وناديا الجندي كان فيها كم من الاعلانات كبير بص المنتج او صاحب السلعة صاحب السلعة تحديدا مش هيتجه لعمل غير انه عارف ان العمل ده هيقدر يوصل السلعة بالمناسبة هو ليه اختار مثلا مسلسل شيكو اه علشان عارف ان من خلال شيكو هيقدر يوصل مسلسل وتحديدا المنتج او السلعة اللي كانوا بيتكلموا عليها ده كان بعمل لها اعلان كريم محمود عبدالعزيز اه فاختاروا ان السلعة دي نيجي بقى لدراما بقى رمضان نيجي نتكلم بقى عن دراما رمضان وده مش دراما رمضانية كريمة يزعل كده منه لا 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 انا حياتي المسلسل بالمناسبة لان انا عجبني شيكو ومن خلال شيكو في فنان صاعد شاب دي حاجة كويس اوي دي حاجة كويس وكانوا سيئين مقابل قضية اخرى ايه هي اللي هي لانه حضرتك كده بتلمس نقطة مهمة ان انا النهاردة لما ادور وابحث انا بقى كمنتج انا كمخرج انا كفنان زميل او كفنان اكبر او كفنان مشهور اكتر او كده ادور واتعب وابحث واجيب حد وتنجح التجربة لابد ان انا استحق التحية زي ما عادك بتقول خصوصا ان انا بجيبه في مساحة كبيرة مش بجيبه تخدم علي الشاب واخد مساحة في المسلسل لدرجة الناس هجمت قالت ايه ده ماقول تجيبه واحد جاهل وبالنموذج السيء ده في المجتمع من كتر ما الشاب اكاد اجاد الدور انا معرفوش انا معرفوش على المستوى الانساني بس ما كلمت مع الفنان شيكو قال لي على فكرة الانسان ده يعني محترم جدا انا ما كنتش هتخالم يوصى المرحلة تيه في الاداة في مقابل بقى ايه الاستسهال بقى اللي كل واحد يجيب عياله اللي هو يقول مع الابناء العاملين اه ويقول يا ريتا العاملين ابناء النجوم ويقول لك ايه مش مشكلة يا عامل ده انت في مشاهد تقعد تتفرج تقول ده طيب مش عايز اقول اسامي بس ده ابن فلان وده ابن فلان وده ابن فلان وده ابنت فلان انا هقول انا هقول اسامي هقول اسامي واسامي انا عشرت فيها انهم ما بيعتمدوش على يعني اسم اهاليهم الفضاء انا فيه شاب فنان شاب اسمه محمود عمر محمود ياسير اه طبعا ابن طبعا الكاتب العبقاري وفنان عمر محمود ياسير وحفيد الفنان العبقاري ده ده يعمل اللي هو عاوزه ده عاشد محمود ده انا عاوز اقولك على حاجة عاوز اقولك على حاجة انا كنت في في كلية لغة علامة اكاديمية بحرية وكان فيه تجارب تمثيل كلام ده كان هو بيدرس في كلية لغة علامة ففجأة بيعمل بشروع او حاجة لا بيعمل بيختاروا يعني وجوه للتمثيل المسرح يعني اه فللمسرح فعرف نفسه الكلام ده كله بعد ولا تكلم انه هو حفيد محمود ياسين ولا تكلم انه ولا بيكلم بكل عفوية وكويس جدا بعد اما خلص الانترفيو فبيقولوا بيقولوا للمخرج يعني ده على فكرة ده يبقى حفيد محمود ياسين اما انا اتكلمت ليه انت معارضتش نفسك اللي انت حفيد محمود ياسين والدك قال لي انا ما بحبش اعتمد على اسمالتي لكن انا فخور بيهم لكن احب اعتمد على نفسي بس هو موضوع هنا اخطر المسألة مش مسألة هو بيحب وعلى فكرة هو فاجئ والده ماشي ماشي انه هو يمثل هو ده شيء محترم منه طبعا ونجح هم غالبا بيبقوا مربين عائلهم كويس برضو خد بالك دي نقطة مهمة وبيبقوا ميتربيين في بيئة كلها فن وعنده مهوبة كبيرة محمود السندي كان في مسلسل محارب مع حسن الرداد وعمل دور عبقري لدرجة حتى كان فيه مشهد كان ممكن يبقى فيه دوبلير المفروض انه هو بنطقة هو رفض ده احنا عندنا عندنا مهوبة هي بتصيب يعني عندنا حنان مطاوع دي دي ممثلة حسنا احمد صلاح السعداني انا سؤالي ايه مرهيم عبدالعفور انا سؤالي ايه يعني انت برضو بتضيع فرص هي المشكلة في الفرصة مش المشكلة في انه يعتمد لا المشكلة في الفرصة انت النهاردة ما تقنعنيش انه والد فلان او والد فلانة مش هيرفع سماعة التليفون ويقول تم تاخده وبنتي بص ما تقنعنيش دلوقتي بيحصل بيحصل بس هل فيه استمرارية لده اكيد لا ما هو ده بقى السؤال اكيد لا على بقى ما ده يجرب بنته ده يجرب ابنه وبنت المنتج وبنت المؤلف وبنت الممثل وبنت الممثلة وبنت الممثل وبنت الممثل وبنت مدير الانتاج فاذا طبا نرجع اقولك بس اذا الموهوب اللي دارس اللي هو لا يمتلك هذا الرقم التليفوني بيضيع عليه ولا غلط الكلام صح باتفق معاك فيها وباتفق معاك ان اذا ضيع فرصة لموهوب الفرصة هتيجي تاني لان ما فيش حد هيستمر في اختيار عنصر خاطئ يضر عمله اه طبعا ده حاليا دي اكيد حاليا اتنع مرة مرتين وخرى الحاجة الوحيدة اللي دلوقتي انا بقى لازم اتكلم فيها بقى معلش بقى اسمحلي الحاجة الوحيدة اللي فيها اختيار خاطئ بيحصل النص الدرامي التلفزيوني اه يعني بسبب يعني مثلا قربنا من مؤلف بسبب حبنا لمؤلف بنتجه ليهم او احتكارنا المؤلف او احتكارنا المؤلف في الاخر انا بلاقي فيه مشاكل ونقول ليه العمل فيه مشكلة لا احنا محتكرين او حكر على بعض المؤلفين احنا لازم نغير ده بدليل حاجة بدليل حاجة السنادي اه في رمضان لو هتقول لي انت راضي عن موسم رمضان 2024 طبعا راضي طبعا راضي لسبب ان اخيرا عرفنا ان البطل الاساسي في نجاح العمل الدرامي هو المؤلف هو النص الدرامي السيناريو والحوار وليس اسم الفنان كم من الفنانين السوبرستار السنادي اثبتوا بالأسف ان هم ما ينفعش هستمرهم حضرتك بدأت بجملة مهمة ونستدعي جزء منها بقى قلت المسلسلات العظيمة ما هو ده يرجعنا لقيمة الكتاب الكبار اللي زي اسمي عنوار عكاشا وزي بحسن زايد وزي صالح مرسي الفنانين الكبار الكتاب حاليا كبار طب انا بقى هتكلم بقى في الجزئية دي بصراحة اما احنا ابتدينا ان يبقى فيه ناس معينة واسماء معينة هي اللي موجودة على الساحة للأسف ان حضرت الدراما التليفزيونية للهوية وللأسف بنقول ليه ما فيش يعني سيناريو وحوار كويس بسبب اختيار الأسماء دي اما تم وبشكر الشركة المتحدة في الجزئية دي تحديدا اما تم استدعاء احد الكتاب الكبار من الماضي بعد تقريبا 13 سنة مش موجود على الساحة الكاتب الكبير المبدع انوار عبد المغيس تم استدعاءه ماشي ايه اللي حصل شفنا عمل يضاهي أعمال العالمية اللي هو مسلسل جودر اللي اخراج يعني انا بسميه حكاء الدراما التليفزيونية ابن حكاء الدراما تليفزيونية المخرج المبدع اسلام خيري شلبي انا شفت عمل يضاهي الأعمال العالمية جودر هو طبعا ألف ليلة والعودة لألف ليلة وليلة للنجم طبعا الكبير ياسر جلال انا شفت عمل احنا كلنا اشهدنا بيه الجمهور والنقاد اشهدوا بيه ليه لان فيه سيناريو وحوار فيه نص درامي تليفزيوني متميز لكاتب كبير تم استدعاءه هو ده اللي احنا بنتكلم عليه البطل هنا كان النص الدرامي السيناريو والحوار فبحي الكاتب المبدع أنا بسمي ان المسلسل ده هو عمل متكامل في كل عناصره مش مجرد فنان مش مجرد كاتب مش مجرد مخرج لا حتى تايمور تايمور مدير التصوير الموسيقى التصويرية طبعا لازم حي عزيز الشفع لازم حي طبعا المبدع المبدع شدي مؤنس لازم حي المونتاج الملابس الاكسسوار لا عمل يعني هو طبعا أنور عبد الموليس مشهور اللي هو الشبه تاريخي الجرافك كمان شركة أروم يعني بحييها بجد لأن باين الميزانية الضخمة والشركة المتحدة ممثلة طبعا في شركة ميديو هاب صعدي وجوهر لا حقيه بحييهم يعني الشركة المتحدة همحييها هي اللي بتعمل كل حاجات فيعني لا مش كل لا مش كل ما في شركات كتير انتاج بتبقى طبعا بتعاون مع شركة المتحدة خليني الحشاشين لا مش الحشاشين أحيي سألك قبل ما خش الأسماء بعينها أوكي وتعايز أسألك عن فكرة معروف أن التكسيف هو جمال الدراما وأن المسلسل الخمستاشر أصعب من التلاتين طبعا وأن السبعية أصعب وأن الصهرة صعبة جدا زي القصة القصيرة والرواية والرواية زاد الفطول تناول الفكرة صح تناول الفكرة زي تكسف شخصياتك وأحداثك وجملك عشان توصل هل ظاهرة الخمستاشر حلقة في رمضان 24 حالتك شايفها شيء إيجابي طبعا احنا كلنا قلنا من زمان يا جماعة في مشكلة في التلاتين حلقة لأن اختيار بعض الكتاب اللي هما مش قادرين يقدموا تناول الفكرة في تلاتين حلقة دي كانت مشكلة وكانوا بيأخروا الحب كدرامية عشان خطر يبقى فيه تلاتين حلقة عارف زمان لما لما كان الممثلين في التلفزيون الدولة كانوا بياخدوا فلوس على نص ساعة غير على خمسة واربعين ديئة فكان يقدر على فكرة طول طول لا لا ما أقولك على حاجة والكاتب طبعا والكاتب كان سعب يبقى مبسوط طبعا بكده فيقولك ايه ويفكر قوي عشان بس يكسر دوص ساعة احنا كان عندنا حكاء عظيم يعني بيأبي يعني مبدع كبير وصامة أنوار عكاشة طبعا طبعا يعني عميد الأدب الدرامي التلفزيوني طبعا وصامة أنوار عكاشة كان ممكن يوصل لمسلسل لخمسة واربعين حلقة طبعا ودي حصل وكان ممكن وكان ممكن مسلسل يعمله خمس أجزاء زي الحلمية ماشي والمصروية وشاهد والدموع والزيزينية لا لا بص بس مش كله كده ما وحنا لازم نعترش كله مش كله ما وللأسف بقى لأسف وفي ظاهرة كمان غريبة كمان أما المسلسل ينجح نبتدي نعمله جزء تاني طب لسه بيسألوني وأنا داخل الحشاشين هيتعمل له جزء تاني لا لا ما فيش جزء تاني هو بيتر ميمي قال أنا بفكر إنه ممكن نحوله الفيلم طب إيه بقى أخبار الحشاشين يعني نظرة سريعة على المسلسل كده حقق مشاهدة ضخمة والترجم الحشاشين الحشاشين حقق طبعا مشاهدة الحشاشين طبعا كان فيه ناس مهتمة أكيد إنها بتعرف تاريخ حسن الصباح بيتقدم أنا شوفنا طبعا شخصية حسن الصباح في أعمال عديدة وفي أعمال عربية في أعمال مصرية وفي أعمال عربية ويا شخصية تاريخية موجودة شخصية تاريخية وشخصية خلافية إن أنت إزاي بتحقق العدل من خلال إن أنت أصلا بتسلك سلوك كل ما يخص حسن الصباح وتفاصيله ده من واقع يعني ما أنا عرفت من أساتذ التاريخ طبعا إن كان طبعا تم حركه لكن فيه حاجات فيه ناس يعني نقلا عن كتب تقليد تقليد إنه تقرفنا نعرف تفاصيل عنه لكن لازم نقول على حاجة إن إحنا الدراما اللي بتتقدم عن التاريخ عمرها ما بتكون كتاب طبعا عمرها ما بتوسط تاريخ من حق هل ده سبب هو ده السبب اللي خلى بعض أسازة التاريخ يهجم المسلسل طبعا لازم نقول حاجة أظن كلنا شفنا فيلم صلاح الدين للفنان أحمد مظهر والمخرج العالمي يوسف شهيد هو كل مكان كل حاجة كان في الفيلم ده كان صحيحة طبعا لا هو ده كان صلاح الدين صلاح الدين ما كانش صلاح الدين كان فيه حادثة فكان فيه مشكلة في رجله وما كانش بالوسامة بتاعت أحمد مظهر هل عيسى العوام كان قبطي لا ما كانش قبط هل كان هل كان ولي عكا كان خاين لكن ربما لا ربما إنت من حقك اللي إنت تصرف الدرامي تصرف الدرامي وكمان في حاجة إحنا في حاجة مهمة قوي إحنا حتى بنواجهها حتى في الأفلام الرؤية المسيحية عن القدسين إنت لما بتقلب الصفحة إنت وارد إن إنت تستقبل فكرة جديدة لكن بش حاجة يسمعها كده في الدراما لما بتتفرج أو إيه اللي وده وإيه اللي هتعمل فيلم وصائقي إنت تعمل فيلم بقى وصائقي بجزء تاني لكن يمكن الناس بتتكلم عن فكرة هل التصرفات الدرامية يعني خزلت الرؤية الرئيسية للتاريخ ولا سعادته بص بص الكتب عبد الرحيم كمال كتب جملة أو في جملة كان إن ده من وحي التاريخ آه مش التاريخ بالزبط مش التاريخ طبعاً لا عبد الرحيم مصاطير وأباطيل من وحي التاريخ كان موجودة على المسلسل آآ من حقنا اللي إحنا نختلف آآ بالعكس العمل ده فتح الباب النقاش طبعاً لأ النقاش والبحث آآ بقى في ميزة دلوقتي اللي أنت عن طريق السوشيال ميديا بتقدر توصل لحاجات كتير قوي ودي ظاهرة صحية على فكرة الاختلاف ظاهرة صحية طبعاً طبعاً ده معنى نجاح للعمل طبعاً نجاح للعمل لو عبد الرحيم فنان عظيم العمل طبعاً تم دبلاشته تم ترجمته يعني عشان كده أقول يعني طبعاً أنا يعني التقيت عبد الرحيم كمال في عرض من إخراج نور الشريف في الهناجر كان لسه يعني جاي من الصعيد خام يعني بوجيه له تحية يا حبيبي عبد الرحيم وكان دكتور محسن مصلحي الله يرحمه هو اللي هيقوم بالإعداد الدرامي للمسرحية اللي هي بحكمة الكاهن أنا تشرفت بطولته لما لقى عبد الرحيم وبيعرض عليه أفكار قال له طب اكتب لي المدخل كده فرح قال يا جماعة دكتور محسن جاي وزارنا وشكرنا وصلم علينا ولا محسن مصلحي ولا رشدي المهدي ولا خليل مرسي ولا كل اللي كانوا يستعين بيهم كمحترفين دي هتبقى ورشة كاملة بموسليها بمؤلفيها ومن هنا بقى كتب لنور الرحاية وكتب لدكتور يحيا بعد كده وهكذا شيخ العرب همان أنا بس تعاوز إذا حي بقى يعني بيترمينة اللي عملوا بيترمينة في الحشاشين بأثبت إن إحنا بقى عندنا دراما مصرية نقدر نقول إنها بتضاهي كل الدول اللي كنا بنتكلم ليه إحنا ما عندنا اللي هي مسألات تاريخية بزاي السوري والإيراني وال طبعا مش مسألة والتركي مش مسألة اللي إحنا ميزانية ضخمة بس ما ممكن كان يسيء استخدامها أه طبعا طبعا ده طبيعي لو هو مش فاهم سهل جدا إن يتم إساءة استخدامها ده أسهل بكتير ماشي لكن بأيدي مصرية وبقيادة مصرية بيترمينة لأن تعاون طبعا مع أجانب ومع ناس كتير إن يصور في دول كتير حقه حلقة ما هو صور في دول كتير طبعا لكن إحنا شوف وبالمناسبة الجرافيك كمان مصري شركة مصرية يعني لازم أحايا بيترمينة وأحايا في حاجة إن كان عنده تحدي وطموح وده اللي بقى اللي بقوله أنا بيترمينة بيترمينة كان عنده طموح أبتدى بأعمال قليلة الإنتاج أعمال ممكن ما تكونش على المستوى في أول حياته لكن كان عنده طموح إن كل شوية يطور من نفسه وده الأهم إن كان عنده طموح إن يطور من نفسه ونجح في المسلسل ده حدتك شيء بوس كل اللي بيختلفوا حتى مع بيترمينة بوش أنا بكلمك اللي اختلفوا مع بيترمينة اتفقوا إن بيترمينة على كصورة وكشكل جديد للدراما المصرية لا نقل للدراما المصرية تانية وده اللي شجعنا اللي احنا نقول شكل جديد شكل الصورة اه شكل الصورة اه اختيار العناصر اه اللي هي بالشارة الفخامة بتاعت الصورة تقصد وتكوين الكذر وكده اه طبعا اه طبعا احنا شفنا لأول مرة يعني في العصر الحالي بنشوف دراما تاريخية يعني بتضاهي كل الأعمال كل الدول اللي بنا نتكلم هل لا بي ينسحب على بقية العناصر؟ ولا انت شايف إنه التميز بتاع الإخراق في العمل ده اه هو أبرز حاجة وفيه عناصر بقى مثلا أخرى زي التمثيل مثلا زي المونتاج زي المسديكة زي 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 بص احنا تكلمنا إن كان فيه عناصر بص المخرج هو يعني هو رب العمل طبعا 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 هو اللي بيه الكلمة الأولى والأخير ما بيصنعش فن من هذه الفنور ما بيصنعها بص بيقودها بيقودها وبيختار صاحبها وبيختار صاحبها بس طبعا كان فيه عناصر ابتدت الناس كتير تنتقدها في اختيار مثلا نقولها معود لا كان ممكن حد تاني اللي هو عمر الخيام يعني فيه ناس اتفقت على بعض الحاجات واختلفت على بعض الأشياء لكن الاتفاق بشكل عام إن لأ فيه صورة بصرية بي أهم ما في العمل أهم ما في العمل لما يبقى فيه عنصر فارق أوي إذن إذن إحنا بقى عندنا قلت مسان بيتر ميني قلت إسلام خيري شلبي وطبعا فيه كم من مخرجين تانيين طبعا بحييهم سامح عبدالعزيز بصدفة مخرجين كتير ماشي بحييهم محمد خالد موسى وناس كتير لكن إحنا بقى عندنا إذن الدراما المصرية هي جاهزة إنها ممكن تقدم بشكل تاني تنطلق للعالمية تنطلق للعالمية بشكل تاني بس عندنا مشكلة لازم نبتدي النص الدراما التلفزيوني نغير كتاب كتير كفاية أسماء بعينها ماشي كفاية خليني أسألك على هذه العناصر المميزة بقى اللي إحنا قلنا إنها مش في الحشاشين بقى على نسبة يعني ما بتكون في حيات التالي أعلى نسبة مشاهدة بالمناسبة كان في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة العمل ده أعلى نسبة مشاهدة ده حقيقة يعني لازم أحيي المنتج عبدالله بالفتوح منتج محمد عبدالصبط فيهم إن قدروا يقدموا مسلسل بشباب بشباب يعني سلمة بوضيف يعني أنا وغيري اخترنا إنها من أفضل كفنانة كفنانة شابة جديدة هي بطلة مسلسل وقدرت تنجح وموضوع مهم جدا خاص بالسوشال ميديا بحيي المخرجة ياسمين أحمد كامل هي صاحبة الفكرة وبحيي طبعا سمر طاهر طبعا السيناريو والحوار دول بحييهم من ضمن برضو الشباب دراما الشباب السنة دي أثبتت وجودها وده بسبب النص التلفزيوني الشركة المتحدة برضو قدمت مسلسل مصار إجباري لفنان شاب واعد جدا عصام عمر أنا متابع خطواته يعني حقيقي عصام عمر بيقدم نفسه بشكل مختلف كان في مسلسل إجباري ومعاه أحمد داش يصنف كواحد من أهم إن لم يكن أفضل ممثل السنة دي في رمضان ده حقيقة ده حقيقة وعصام عمر ده حقيقة وعصام عمر حقيقي شاب واعد وموهبة كبيرة لازم يتم استغلالها أما بقى مخرجة العمل لا خلينا أتكلمك عن مخرجة العمل نين يعني بالنسبة بقى ابناء الفنانين نادين خان بنت المخرج الكبير محمد خان ونادين خان في المسلسل ده استعرضت برؤيتها وسط البلد وسط البلد الهرة اللي شغل محمد خان منذ فيلم الحريف انت فاكر كان بيستعرضها وسط البلد بعمل فيلم اسمه بنات وسط البلد بس يكفي من أيام فيلم الحريف كنا بنشوف وسط البلد فهي بتؤرخ لوسط البلد وشوارحها وجمالها بشكل جديد كان من خلال مصار إجباري طبعا في أعمال أخرى عندي الكاتبة أيمن سلامة قدم لنا مسلسل صدفة مع المخرج المبدع سامي حبد العزيز للنجمة ريهام حجاج وخلينا أقول بس على حاجة عشان حصلت على السوشيال ميديا عن ريهام حجاج وحالة ألأ كده وليه بطلع بالشخصية وبتقدي الأداء ده العمل ده فيه قضايا بس العمل الدرامي لو ما بيقدمش قضايا مؤلاء لأن العمل هو ممكن العمل الفني مش بينقل عن الواقع لكن الواقع بيبقى مادة للعمل الفني أنا شفت في المسلسل ده ومسلسل صدفة العديد من الأضايا المجتمعية العضايا الأسرية أضايا الشباب أنا شفت سامي حبد العزيز ورهام حجاج بيقدموا جيل جديد من الشباب في المسلسل ده الانتقاد اللي كان لرهام حجاج بسبب الأداء المبالغ فيه او الأداء أنا بكلمك طبعا منتفنان طب أنا ما شفت المسلسل ده وتابعته أنا في البداية قلت إيه اللي بتعمله رهام حجاج ده بعد كذا حلقة اكتشفت اللي أنا غلطان لأ أنا هقولك بس على حاجة ليه اكتشفت اللي أنا غلطان لأن تفاجئت بمشهد بتتكلم فيه بشكل عادي إيه المشهد ده إن بتصرح لخالد الصوي إنه هو والدها وإنه هو اللي تبرق منها وهي صغيرة رجعت الدكتور نفسي صديق ليه هو دكتور أخي الصائف استشاري تحليل الشخصية والتحليل النفسي دكتور إبراهيم عبد الرشيد قلت له ممكن تشوف المسلسل ده عشان أنا شاكك في حاجة ومش عاوز أظلم رهام حجاج وأنا معروف عني اللي أنا يعني ما بتكلم عن شخص ممكن يبقى نقدي لازع جدا فشاف المسلسل قال لي على فكرة دي شخصية مريضة قلت له ليه قال لي أولا اللي حصلها في الطفولة إن والدها تنقر ليها وبهدل والدتها والدتها عاشت ظروف صعبة ابتدت تنشئة مريرة فمن هنا لازم الطفلة تطلع مستوية فتبتدي تتحول إما شخصية سامة منتقمة تنتقم من المجتمع وفجأة ممكن مع اضطراب نفسي ممكن تتحول لشخصية يبقى عندها مرض اضطراب هستيري مرض اضطراب الشخصية الهستيرية ومن ضمن يعني الشكل الخارجي للمريض ده إن فجأة تلاقي فيه مبلاغات في طريقة كلامه ولغة الجسد وطريقة الفم وده اللي كانت بتعمله أو ده اللي كانت بتجسده رهام حجاج وحفظت عليه الأخ وده كان صعب جدا فاكتشفت ده فلازم أحييها ده وأحيي سامح عبدالعزيز على اختيار الشباب لا اختيار العناصر اللي أنا شوف والقضايا المهمة اللي قدمها قدم قبل كده الحارة أو قدم مسلسلات عظيمة غير أختياره طبعا القضايا اللي قدمها أيمن سلامة تتقدمه تسمحي اه طبعا نحيي أيمن برده كاتب مهم جدا طبعا هددك بقى لمست نقطة مهمة هي فكرة السيناريو أو أين يدور الحدث عشان رضي الناس تبقى معاين هتفهم يعني إيه السيناريو طبعا فعايز أستأذنك بس هنخرج لفاصل ونرجع نتكلم عن بعض الأعمال بتتهم أو مش بعض لا مش عايز أقول كده عايز أقول كل الأعمال تتهم أنها يا إما تدور في قصور فخمة زي إيه ده لا توجد في مصر يا إما في الحارة أوي أوي في أماكن صعبة أوي برضو مش هو ده يمثل السواد الأعظم من المصر أهلا بحضراتكم معانا في القسم الأخير من حوارنا النهاردة ومزال بيشرفني أستاذ إعماد يوسري نقد الفني في سالون مساء الخير وأرجع مع حضرتك بقى على السيناريست وكيف أدور الحدث معروف إن السيناريو هو مش هدية العمل بتعجب لما بلاقي في الإزاعة يقولك سيناريو وحوار معارش إزاي بينما إحنا يعني بندور العمل أو الحدث اللي أنا عايزه فأنهي مكان السينا فين؟ حتى كلمة السين يعني فهل حضرتك شايف إنه فعلا المسلسلات عبرت عن مستويات كتير وعبرت عن أماكن كتير موجودة في بلدنا ولا ما زلنا فوق قوي وتحت قوي زي ما كنا بنعاني في دراما السنين الماضية طيب عشان الوقت بقى وقت دايق وفيه كم من الأعمال خليني في المؤلف اللي يدي فرصة ومساحة وده نجاح للمؤلف بالمناسبة إن الأدوار البطولة التانية أو الأدوار السنوية برضو إنه ينجحوا من خلال عمل درامي ده نجاح للمؤلف هذكر عمل تحديداً هو طبعاً لأنه مش مفروض إنه فيه أي شخصية منهاش لازمة طبعاً لا للأسف بيحصل يعني المفروض أنا فيه مسلسل هذكره تحديداً صد العقارب بالنجمة غدا عبد الرازق وبحييها غدا عبد الرازق بطلع مختلفة وطلع جديدة في المسلسل بتقدمه باهر دي ودار ومع المخرج أحمد حسن يعني لازم أحييهم على اختيار محمد الفنان العبقري محمد علي رزق الدور العبقري اللي أقدمه من زاوي الهمم يعني الشخصية بجد بتفاصيلها محمد علي رزق أنا بحييها لتقدمها سيمون بشكل مختلف أنا محضر رامض لوقتي جداً بشكل مختلف في صد العقارب برضو يعني حقيقي دور الأم اللي بتخبي ابنها طوال السنوات دي كلها وما بيتم قتله أحمد جمال سعيد فنان حقيقي مبدع فالمسلسل كحالة سيد العقارب أنا بحيي غدا عبد الرازق وبالمناسبة غدا عبد الرازق في كل أعمالها دايماً بتدي مساحة لنجاح الفنانين ده النجم لأن أنا عارف نجوم ونجوم سوبر ستار للأسف أكيد أنت بتبع عارفه معروف طبع ممنوع إن فيه فنان يبقى ليه مساحة ظاهر ظاهر في العمل أو حد يتكلم عنه غدا عبد الرازق قدت مساحة لفنان كبير أحمد ماهر إحنا فضلين خمس دقايق وأنت عايز تكلم على خمس ست الموضوع أعمل إيه لأ أنا هتكلم كمان على لازم أحيي محمد وشام عباية والمخرج تامر نادي الكاتب العبقري محمد وشام عباية والمخرج تامر نادي حاجة قدموا لنا سلة رحم وسلسل سلة رحم لو بيتكلم عن قضية شائكة اللي هي النصر النصر التأجير الرحم فلازم أحييهم وإياد نصار وأسماء أبو زيد بالبعض شافني إياد نصار كان من أهم الممثلين بحقيقة ويسر اللوزي أثر يسين بدون سابق إنذار وقضية اللي أنت فجأة صدمة اللي أنت تكتشف إن ابنك مش ابنك يعني الطفل ده عبقري هو كان بطل للعالم يعني اختياره كان بطل حقيقي الطفل سليم سليم يوسف اللي هو عمر في المسلسل فأثر يسين أنا بحييه على المسلسل ومعه طبعا عائشة بن أحمد واختيار كان رائع يعني كان عندنا تنوع كبير كان عندنا تنوع وكان أحسن أحسن زهور خاص في آخر حلقتين في دراما رمضان وآخر حلقتين لدراما رمضان كان مريم الخشت لازم أحييه مع الاختيار العبقري ده يعني اختيار فعلا في محلو للمخرج هاني خليفة لازم أحييه عايز أسألك على حاجة شفنا مسلسل قلع الحجر طبعا المخرج الكبير حسن صالح ده مسلسل سعيدي أنا بقى أنا عايز أسألك الحاجة في المسلسل ده طبعا فضل النهاردة المسلسل ده بيفتح الباب قدام تساؤلات كتير من الناس بتقول فين النجوم الكبار كفنانين وكممثلين بينما ممكن يكونوا مش بيشغلوا الاسم الأول يعني يعني أنا ممكن مثلا دلوقتي مثلا محمد رياض رجع تاني بس مش الاسم الأول كان ليه عملين في المسلسل في الرمضان أيوة كان تل الراهب وكان قلع الحاجة وده مش عيب لأن الزمن بيعديه طبيعي سوسن بدر فنانة عبقرية طبعا هل ممكن نشوف الكراك ده بيتفتح برضو هي حزبة معروفة أنا لما هجيب إيهاب وعماد إيهاب وعماد مش هياخده زي السق أو كريم طبعا فأنا في النهاية مش هوزع زي ما بوزع للسق أو كريم اسمح لي بقى بابا إذن أنا أنا من الأول ممكن أعمل ميزانية أصرف بها على العمل واستفيد بقى بأسماء ضخمة كفنانين اسمح لي الساندي أقولك على حاجة ما هو إحنا أخيرا نعرفنا أن دراما أساسها هتقول لي طب ما إحنا عارفين ده ده طول عمره كده النص الدراما التلفزيون ده أساس نجاح أي دراما لأحسن ما كناش عارفين ده وكنا بنعتمد ده النجم هو اللي هيبي عارفنا بس الساندي ده أما تقدم مسلسلات بأسماء شباب الساندي كان عندنا أحمد مهر هوفصج العارب كان عندنا رياض الخول يشوف في عملين عرب وطبعا مسلسل سيد العارب الساندي كان عندنا الفنان الكبير القدير محمود الحديني أنا بشكر رؤوف عبدالعزيز أنه هو رجع لنا تاني الفنان محمود الحديني كان من خلال مسلسل سر إلهي للفنانة روجينة وحقيقي ده كان اختيار في محله اللي احنا نشوف من تاني طب خلينا حقي بقى كمان هتقول لي احنا كلها تحية طبعا لأن ما اشوف الفنانة المتميزة نشوى مصطفى في امبراطورية مين المخرج محمد سلامة والكاتب محمد سليمان عبد المالك اللي قدر يرسم شخصية نشوى مصطفى بالشكل ده ويقدمها لنا بالشكل ده فنانة كبيرة فنانة كبيرة وانا كنو خسرانينها وده اللي بسألك عليه بالتالي أنا بشكر شركة أرومة إنها رجعت لنا مثلا فنانة نشوى مصطفى تاني يعني بحقيقة خصوصا نشوى يعني أنا بشيد على فكرة نشوى ما بتنزلش إلا لما يكون كده ده حقيقة يعني مش بتتغازل وامبراطورية نيم كان فيه رسالة مهمة وده امتداد لمسلسل الرايا البيضة بالمناسبة طبعا لا كان نهاية المسلسل يعني قدمونا نفس النهاية بتاعة الرايا البيضة لأن كانها تتهدم الوقوف قدام القبح قدام القبح وده رسالة كانت مهمة جدا بحقي عليها الكاتب أخيرا مسلسل مليحة هل خدم القضية الفلسطينية وأهمية أنه يتقدم بالمساعد ده آخر سؤال بقى لأنهم بيقول يلا الوقت لا وهنختار بقى أفضل نتكلم على أفضل عناصر سريعا بقى طب يلا مسلسل مليحة مسلسل مليحة أنا بحي السرعة سرعة الشركة الشركة المتحدة ومتمثلة للمنتج طبعا بلال التراوي أنه هما يقدمونا مسلسل مليحة يعني كتحية لسمود أهالينا وإخواتنا في فلسطين يعني المخرج عمر عرفة الفنان طبعا الكبير اللي أنا بسميه فنان كبير حاليا الفنان دياب كاتبة الوعيدة رشا طبعا رشا الجزار حقيقي أنا بحييهم أنا ما قلت كمان أفضل تتر لأن ده هدية مننا لشعبنا لسمود الشعب لسمود الشعب التريسين طبعا تتر طبعا مسلسل مليحة المخرج الشاب عدل رضوان حقيقة أنا بشكره حقيقي على مجهوده في التتر إن هو أخرج التتر ده إحنا كان عندنا دراما متنوعة دراما متميزة خلينا نقول سريعا بقى إن فيه أعمال هل إحنا مع تحويل الأعمال السينمائية لا ما عنديش وقت عندي سؤال أفضل ممثل أو أفضل ممثلة أفضل ممثل ممكن يبقوا اتنين ماشي ممكن أقول كريم عبدالعزيز وهقول طارق لطفي مصوصة للشعب أو مع باسم الدور التاني يعني فيه كتير جدا وكنت نفسي أقول إيادة انتصار كمان برضو يعني فيه والممثلة الممثلة أنا بحيي الممثلة بقى لازم نحيي الممثلات سلمة بوضيف سلمة بوضيف حقيقي يعني مجتهدة مفجأة وبحييها بحيي أشكرك جدا أستاذ عماد نورتنا شكرا جزيلا ليه حاجة بس أخيرة لازم أحيي صناع الموسيقى التصورية في مصر عادل حقي شدي مؤنس لازم أحيي أشرف الزفتاوي لازم أحيي خالد الكمار لازم أحيي يعني صناع الموسيقى التصورية حقيقي لازم بقدم لهم تحية كبيرة حقيقي لأنهم عنصر مهم جدا في صناع نجاح العمد شكرا أستاذ عماد نورتنا أنا اللي اتشرفت بوجود شكرا أستاذ عماد يوسري النقد الفني مشاهدين يا رب نكون قدمنا لكم كده فانوراما سريعة على أعمال رمضان بأهم العناصر اللي فيها كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب بالسنة كلها تبقى رمضان ويبقى الفن المصر يرجع بقوة وما ننساش النفاة الحمامة لما قالوا لها ضمير قابرة حتمة رمضان قايت لهم مش هعرض في رمضان وعملت هي موسم إقبال رمضاني عليها بعظمة العمل يا أخوة شكرا شكرا ونشوفكم الأسبوع جاي في حلقات جديدة من المسائل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة